السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبايب امي في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف هنعمل النهاردة ان شاء الله بسكوت صحي مناسب للضيت من غير دقيق خالص وكمان حادق والسعرات بتاعته محسوبة يعني البسكوتة الوحدة 25 سعر بس مكوناته سهلة ولذيذة وصحية وهيعجبك جدا اعملي منه كمية كبيرة وشيليها مش هيجرالها اي حاجة ياخدوا منه ومرايحين المدرسة يعني زوجك تديله ورايح الشغلة هيبسط قوي اه بيجوعوا كتير وبيبقوا عايزين حاجة سناك كده ما بين الوجبات طول اليوم فالواحدة منه مش بيعا قوي وفي نفس الوقت سعرات وقليلة يلا مع بعض نشوف المكونات عايزة لايك للفيديو استخدمت نوع الشوفان ده لو عندك شوفان عادي ممكن تحمصيه وتطحانيه هنحط منه خمس كبات ونص وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج سودة خمس كبات ونص من دي الشوفان عليهم معلقة صغيرة من البيكنج سودة هحط كمان معلقة كبيرة من الملح والملح كده هيبقى مصبوط قوي معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر دي كلها المكونات الجفة وطبعا المكونات الجفة هنقلبهم زي المتعودين كلهم مع بعض كده وهنحط كمان معلقة صغيرة من الزعتر ممكن تستبدليها بالقرفة او الحاجات اللي انت بتفضليها في التوابل يعني لو عايزة تحطي شمر وينسون بتحبيهم اكتر ممكن تضيفيهم او قرفة انا بحب الزعتر فحطيت معلقة صغيرة من الزعتر دي كده المكونات الجفة يا بني نيجي بقى للمكونات السائلة لو عاوزين تضربوها في الخلاط افضل ياريت يعني علشان لو عندكم يعني البامكن مش مستوي قوي او فيه الياف هتبان عشان احنا نستخدمه هستخدم كوباية اللي ربع من زيت جوز الهند ده زيت جوز الهند اللي انا استخدمته مو حلو قوي لو ما عندكيش زيت الجوز الهند وعايزة تستخدمي زبدة استخدمي برضو كوباية اللي ربع من الزبن الكوباية العادية اللي بنشرب فيها الشاي اللي هي 200 ملي ده نوع الزيت جوز الهند اللي انا باستخدمه من مالازيا موجود عند العطارين هاخد منه كوباية اللي ربع بس يعني لو عندك زيت عادي مش مش اللي هو القوامه تقيل ده لو زيت عادي جوز الهند ينفع برضو يعني هيبقى احلى كمان هستخدم كمان دلوقتي كوباية من القرع او اليقطين فلو مش مستوي يعني لو مش مستوي قوي وفيه الياف يبقى يفضل ان انت تضربيب في الخلاط مع بقية المكونات اللي هضيفها علشان الالياف ما تبنش اه في البسكوتة هحط كمان كوباية من الجبنة الموزاريلا انا حطة نوعين جبنة موزاريلا على شيدر بتدي طعم حلو قوي للبسكوت يعني انا هقلبهم كده بالمضرب السلك بس ممكن تعمليه في الخلاط هحط كمان معلقة كبيرة من خل الطفاح لو ما عنديكيش خل طفاح ممكن تستخدمي خل عيد دي كده المكونات استقلة النقصة بس على كوب اللبن او كوب الحليب كوب حليب جوز الهند او كوب حليب لوز سعرات قليلة انا مستخدمة كوب حليب لوز اه كوب حليب اللوز مستخدمة كوب حليب من اللوز يبقى تقدري تستخدمي كوب حليب من جوز الهند يبقى زي ما قلنا الخطوة دي ممكن نعملها الافضل يعني في الخلاط قلبتهم كده مع بعض بالمضرب السلك وهبتدي اضيفهم على الدقيق او هضيف الدقيق عليهم هنلاقي العجينة بقت متمسكة وسهلة في التشكيل انا هسيبها كده اي ده شكلها في الاخر بتلتصق باليد هسيبها ترتاح بعد كده هتبقى العجينة ما بتلتصقش باليد وسهلة في التشكيل وهنشوفها دلوقتي ترتاح بس روبع ساعة بس ده شكلها بعد ما سبناها ترتاح على ورق زبدة وهبتدي ان انا افرد العجينة هفردها بصمك رفاية لان ده بسكوت وهنشوف ازاي دلوقتي وكمان لازم يكون كل بسكوتة سمكها زي البسكوتة اللي بعدها علشان يبقى التسوية في الفرن واحدة ما يبقاش فيه واحدة محروقة وواحدة مش مستوية فانا عايزة السمك يبقى كله رفيع والسمك يبقى واحد بصوا العجينة دلوقتي هتلقوها نعمة وما بتلتصقش باليد وسهلة جدا في التشكيل هنفردها كده بالنشابة او بالمردنة هتحبوا جدا تمسكوا العجينة دي وتلمسوها كوامها يعني جميل جدا وناعم ما استخدمناش في الوصفة بيت خالص كل المكونات صحية زي ما احنا شايفين مو مفيدة كمان هنفردها كده من الشابة زي ما احنا شايفين الافضل ان احنا نفرد على ورق زبدة او مفرش سيليكون علشان يطلع البسكوت شكله حلو ومتساوي لو ما عندكيش القطاعة اللي انا هستخدمها دلوقتي ممكن بالسكينة تعملي البسكوت مربعات او دواير بالكوب يعني لو عندك كوب كده تعملي بيت شكلي بيه اي اشكال عندك استخدميها بس اهم حاجة ان احنا لازم نخرم البسكوت علشان انا مش عاوزها يعلى في الفرن عايزها تبقى رفيعة وفي نفس الوقت هشة ومستوية من جوة وتبقى مقرمشة استخدمت القطاعة دي ممكن تستخدمي قطاعة اصغر فالبسكوت عدده هيبقى اكبر وطلع معي 65 قطعة بسكوتة البسكوتة الواحدة 25 سعر ممكن تستخدمي دايرة اصغر من دي هيديكي عدد اكبر والسعرات طبعا هتبقى اقل كمان من كده لو هتستخدمي خلية الاسنان زي ما انا بعمل كده مش هتديكي الخروم المزبوطة انا عايزة الخروم تكون اكبر من كده فهنستخدم الادات دي اللي هخرم بيها كلنا عندنا الادات دي ومش بنستعملها موجودة في المضرب الكهربائي هخرم بيها زي ما احنا شايفين كده وفي الوقت دا انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 200 درجة حرارة 200 هدخل البسكوت على الرف اللي في النص بصوا بتشال بسهولة ازاي من على ورق الزبدة شايفين شكله جميل ازاي هفرد قطعة تانية وهوريكو اللي انا حطيته انا سويت بقى على الصاج بتاع الفرن بيبقى كل فرن جاي كده مع صاج هفرش ورق الزبدة وهوريهولكو دلوقتي وهسوي فيه وبيبقى كبير بعرض الفرن وحلو جدا في التصوية بس اهم حاجة افرشوا عليه ورق زبدة مش هنعوز ندهن ورق الزبدة ولا حاجة لان بصوا انا استخدمت كمان المكوى دي بتساوي جدا العجينة وبتخليها كلها سوى واحد علشان البسكوت كله يطلع تصوية واحدة ما يبقاش فيه واحدة محروقة واحدة نية دي بتخليلي العجينة كلها في مستوى واحد وكلها قد بعض لو عندكو استخدموها لو عاوزين تعملوا مربعات مش شرط يبقى عندك قطاع ممكن بالسكينة وتقسميه مربعات بسكينة ومصدرة الادات دي تحفة قوي في ان احنا نعمل بها خروم في البسكوت بتدي شكل حلو جدا وكمان البسكوت بقى ما بيعلاش في الفرن وبيفضل رؤية ورفاية بالنسبة للحساسية القلبان الناس اللي عندها حساسية قلبان مش عايزة تستخدم الجبنة ممكن يستبدلوها الكوباية بتاعت الجبنة بنسكه من بزور الشي شايفين شكله جميل ازاي ده صاج الفرن اللي انا قلتلكو عليه هاملاه كله هو هي الكمية دي هتعمل لي اتنين من الصاج دوت وكمان صنيتين يعني كمية كبيرة اعملوها وريحوا نفسكو وشلوها يعني فعلا الكمية دي هتفرق جدا اي حد هيجوع في اي وقت واحنا في شتا اه طبعا طعمه لذيذ ومغزي وصحي اه وهم رايحين المدرسة تديهم في اللونش بوكس منه وكمان اه زوجك وهو رايح الشغل ياخد معاه اه يعني طول الوقت في الشتا بنجوع دايما وعايزين نتسلى كده في اي حاجة تشبعنا وفي نفس الوقت تفيدنا وتفيد صحتنا ده اول صاج طبعا القرع العسلي مخليه طعمه لذيذ وزوجه حاجة صحية وشوفه فوائد القرع اه على جوجل عمله بحس على الفوائد بصوا اه لسه في ايه كمية كبيرة اهيت وده ايه اول صاج طبعا انا هدخله الفرن زي ما قلتلكم على درجة حرارة امتين هياخد خمسة وعشرين دقيقة ولما يحمر من تحت هفتح عليه شوية دقيقتين بس يحمر دول كمان صنيتين اللي قلتلكم عليهم واللي السفادلة هوت عاجينة تانية يعني اعملنا اول صاج ودول صنيتين اهمت كل صانية تلاتين في تلاتين ده الصاج الكبير اللي طلع من الفرن زي ما قلتلكم بيستوي في خمسة وعشرين دقيقة على امتين درجة مقوية وهي هفتح عليه شوية يحمر من فوق البسكوتة رؤياء او خفيفة وهشة ولون هبصوا اللون جميل بتاع البسكوت وطعمه مش قادرة اقول لكم معلقة كبيرة من الملح مظبوطة جدا متزودوش عن كده مخليا يعني مظبوط جدا معلقة كبيرة على الكمية دي انصحكم انتم تعملوا الكمية كلها خمس اكواب دقيقة ونص من الشوفان لان يعني هو يعني هيقعد فترة طويلة وهتسحبه منه طعمه جميل يعني بدل ما تعملي كمية صغيرة وتخلص بسرعة وتعملي تاني لا اعملوا كمية كبيرة وشلوها مش هيجرالها اي حاجة احنا في الشتة هو مش هيجرالها حاجة ده تاني صاج مع صنيتين دول كمان طلعوا اهمت من الفرن نفس التسوية برضو بتاعت الصاج يعني خدوا برضو خمسة وعشرين دقيقة وبعد كده فتحت عليهم الشوية تسوية كلها جميلة ولونه حل البسكوتة الوحدة خمسة وعشرين سعر بس ولا شيء احلى من بسكوتة يعني سعراته اكتر واحنا مش ضمنين المكونات احنا نعمله بقى في البيت وناكل منه واحنا مغمضين واحنا متطمنين كله فوايد وغزة لصحتنا الفهنة وشفة على كل اللي يجربوا بتمنى الفيديو يعجبكوا وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب اللي لسه مشتركش في القناة يا ري تشترك ويفعل اول جرز عشان يوصلوا ان شاء الله مني كل يوم فيديو جديد ده شكله اهو من جوة رفيع جدا وناشف ومقرمش شايفين ولزيز اوي ان شاء الله هيعجبكوا والله جدا لزيز وهيعجبكوا اوي اوي انا عملت معاكوا بسكوت قبل كده ومقرمشت بالشوفان وعملت قبل كده معاكوا بسكوت ام ارمش بدقيقة الدورة برضو كان لزيز وكان علي قطين برضو اشوفكوا على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة